اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة وقد كان بعض السلف يقول ما من شيء اجده في قلبي الد عندي من قيام الليل والافضل ان يقتصر على احدى عشرة ركعة يسلم من كل ركعتين لان عائشة رضي الله عنها سئلت كيف كانت صلاة النبي صلى الله عليه وسلم في رمضان فقالت ما كان يزيد في رمضان ولا في غيره على احدى عشرة ركعة فان زاد على ذلك او نقص فلا حرج لقوله صلى الله عليه وسلم صلاة الليل مثنا مثنا فاذا خشي احدكم الصبح صلى ركعة واحدة توتر له ما قد صلى ويستحب القنوت في الوتر ولكن ينبغي على الامام ان يحافظ على الادعية المأثورة وان لا يطيل وان لا يتكلف السجع ولا يبالغ في رفع الصوت والصراخ ترجمة نانسي قنقر